بالمناسبة تم إسناد هذه المباراة لتاقم تحكيم إماراتي سأقول لحضراتكم الأسماء تم الأعلان عن التاقم التحكيم لمباراة النادي الأهلي ونادي بايرن ميونيخ وهو تاقم تحكيم إماراتي بقيادة محمد عبد الله ويعاونه محمد الحمادي وحسن المهري فيما تقرر أن تكون البرازيلية دينا ألفش باتستا حكما رابعا فيما يتولى تقنية الفيديو البحريني خميس المري ويعاونه الكندي درو فشير إذن تاقم تحكيم إماراتي لمباراة النصف نهائي برضو فخر جديد للإمارات وفخر جديد للعرب أن يتواجد تاقم تحكيم إماراتي في المباراة النصف النهائية ما بين بطل القرى الإفريقية وبطل قارة أوروبا أعتقد أن هذا فخر ما بعده فخر ثقة كبيرة في التحكيم الإماراتي بوجود الكابتن محمد عبد الله إن شاء الله ربنا يوفقه ويعمل مباراة جيدة تليق وهو ممثل التحكيم أو ممثل العرب في المنديالي الأندية ترجمة نانسي قنقر